أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ نتائج جيدة في المواد الأدبية ومتوسطة في العلمية وفق التصحيح الأول لإجابات امتحان البيام وجاء في تفاصيل هذا المقال أفرز تصحيح الأول لامتحان شهادة تعليم المتوسط دورة 2023 نتائج جيدة في اللغة العربية والتربية الإسلامية ومن ضعيفة إلى متوسطة في العلوم الطبيعية والرياضية ما دفع الوصاية إلى اقتراح تعديلات على نموذج الإجابة لمادة العلوم الطبيعية وحسب مصادر المساء يقول المقال فإن عملية التصحيح الأول لالبيام كانت يومي الجمعة والسبت المنصرمين وكشف المصدر ذاته إمكانية اللجوء إلى التصحيح الثالث والأخير بداية من يوم غد إلى غاية الأربعاء في حالة تسجيل فارق بثلاث نقاط في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني ليكون إعلان النتائج في حدود الثالث جوان على الساعة الرابعة مساء يقول هذا المقال إلى جريدة أخبار اليوم في موضوع يتعلق بالصحة عنونا موجة حر وزارة الصحة تحذر فيما أوصت الحماية المدنية باتباع الإجراءات الوقائية حيث شهدت العديد من ولاياتها الوطن يقول هذا المقال على غرار الجزائر العاصمة أمس موجة من الحر الشديد فيما توقع الدوان الوطني للأرصاد الجوية موجة حر يومي الثلاثة عبر سبع ولايات بشرق البلاد مع درجات حرارة تصل إلى أربعة واربعين درجة وفيما أوصت الحماية المدنية باتباع الإجراءات الوقائية حذرت وزارة الصحة من تعرض فئات معينة لخطر الحر في نشرية خاصة أفيد أن النشرية المصنفة في درجة يقضى بورتقالي تشمل كل من ولايات بجائها جيجل سكيكداع نابا الطارف قلمة وسقهراس ويرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بالولايات المذكورة ما بين أربعين وأربعة واربعين درجة في غضون ذلك ونظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة جريدة المشوار السياسي في مقال آخر يتعلق بالمعرض الدولي للجزائر عنونا 30 دولة في معرض الجزائر الدولي اختيار إيطاليا كضيفة شرف حيث ينتظر معرض الجزائر الدولي في طبعتها الرابعة والخمسون الذي سينظم بالجزائر العاصمة من 20 إلى 25 جوان الجاري مشاركة 473 شركة جزائرية و 165 أجنبية من 30 دولة حسب ما أفاد به أمس الأحد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الذي أعلن عن إطلاق أول صالون جزائري رقمي بالمناسبة وكشف وزير التجارة خلال ندوة صحفية مشتركة مع سفير إيطاليا بالجزائر جوفاني بوليزي الذي اخترت بلاده كضيف شرف لهذه الطبعة أن هذا الحدث الاقتصادي المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصة المعارضة السنوبر البحري تحت شعار الجزائر رؤية وأفاق جديدة يشهد مشاركة دول إفريقية وعربية وأوروبية وأسيوية ودولتين من أمريكا اللاتينية يقول هذا المقال جريدة أفريكا نيوز عنونت في صدر صفحتها مجلس الأمن يشيد بالدور الريادي للجزائر في تسوية الأزمة بمالي وجاء في تفاصيل هذا المقال أشهد مجلس الأمن الأممي بالإجماع خلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك بدور الجزائر الريادي بصفتها رئيسة الوساطة الدولية لالتزامها المستمر إلى جانب الماليين على نهج استعادة الاستقرار في بلدهم وقد أكد عضاء المجلس يقول المقال دون استثناء محورية اتفاق على السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مصاري الجزائر لألفين وخمسة عشر في استعادة السلم الدائم في هذا البلد سيما في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مالي التي تتميز بمواعيد انتخابية مهمة من شأنها السماح بعودة النظام الدستوري في هذا البلد والمقررة في الثلاثية الأول من سنة الفين واربعة وعشرين وأشاد عضاء المجلس بصلابة واتساق اتفاق الجزائر الذي سمح بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية وذلك لمدة ثماني سنوات متتالية جريدة أخبار الوطن عادت إلى الأزمة الجزائرية الفرنسية عنونت قسما سهم الجزائر في قلب فرنسا وجاء في تفاصيل هذا المقال أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا مرسوما جديدا أعاد بموجبه مقطعا كان محدوفا إلى النشيد الوطني الجزائري يتضمن إشارة إلى فرنسا ويعدل القرار مرسوما رئاسيا سابقا صدر عام 1986 ألغي بموجبه المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا بينما حذف المقطع من الكتب المدرسية في العام 2007 يقول المقال ويشير المقطع المهدوف سابقا والمعاد حاليا إلى ذكر فرنسا بصيغة يتوعد فيها ثوار الجزائر باريس وهذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترا جليا ولم يتم الفصل في زيارة الرئيس تبون المزمعة إلى باريس وهو القرار الذي تعاطت معه وزيرة الخارجية الفرنسية في ردها وزاعمت بشأنه أنه لا يتناسب مع الوقت الحالي يقول المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهر أونلاين الذي عنونا وزارة وشؤون الدينية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك بالجزائر حيث أعلنت وزارة وشؤون الدينية والأوقاف اليوم الاثنين سيكون غرة شهر ذي الحجة 1444 ليكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر جوان الفين وثلاثة وعشرين وأوضحت الوزارة في بيان لها أن يوم أعرف سيكون يوم ثلاثاء التاسع من ذي الحجة الف أربعمائة واربعة واربعين في حين يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة وكانت المحكمة العليا في السعودية يضيف المقال قد أعلن تمسى الأحد عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة ليكون اليوم الاثنين أول أيام الشهر الهجرية مقال آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه بالمهدي يحل بالسعودية للإشراف على بعثة الحج الجزائرية حيث حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي أمسى الأحد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية يضيف المقال حسب بيان وزارة شؤون الدينية والأوقاف سيشيف الوزير على بعثة الحج الجزائرية باعتباره رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر وأيضا جاء في هذا المقال قد كان في استقباله بالمطار كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية محمد علي بوغازي وقنصل الجزائر بجدة محمد عالم وقد أضاف أيضا المقال كذا رئيس مركز المدينة المنورة زهير بذرع ورئيس لجنة الفتوى والإرشاد الشيخ أسدين بوغلم يقول المقال في خبر آخر على موقعي الخبر أونلاين عنونا تعديل ببرنامج النقل البحري تحسبا لعيد الأضحى حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أمس الأحد عن تعديل ببرنامج رحلاتها تحسبا لعيد الأضحى وعليه فإن رحلتي أليكونت وهران أليكونت المبرمجتين سابقا بتاريخ السادس والعشرين والسابع والعشرين من جوان قد تمت جدولتهما يوم السادس والعشرين جوان على متن باخرة باج مختار ثلاثة على الساعة السابعة مساء باتجاه الجزائر العاصمة ورحلتي وهران والجزائر باتجاه أليكونت يومي الخامس والعشرين جوان والسادس والعشرين من نفس الشهر قد برمجتا يوم الخامس والعشرين من جوان على متن باج مختار ثلاثة أيضا على الساعة 11 مساء انطلاقا من ميناء الجزائري العاصمة ويذكر أن كل الرحلات المبرمجة سابقا انطلاقا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكونت قد أصبحت تجرى انطلاقا من ميناء الجزائر باتجاه ميناء أليكونت فعلى المسافرين يقول البيان أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار موقع الجزائر الآن عنوان 26 ألف مليار لترشيد استهلاك الطاقة في الجزائر حيث أعلنت وزارة الطاقة تخصيص مبلغ 260 مليار دينار جزائري ما يعادل 1.92 مليار دولار لتنفيذ برنامج لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2030 حسب ما صرح به أمس الأحد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان يقول هذا المقال وأضاف أن البرنامج يمتد على عدة مراحل منها مرحلة ستخصص فيها الدولة مبلغ 260 مليار دينار لتنفيذ الخطة المرحلية التي تمتد من 2023 إلى سنة 2030 والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10% كما جاء في هذا المقال رياضيا ومن موقع الشعب أونلاين عنوانا تصفيات كان 2023 العلامة الكاملة لمحاربي الصحراء حيث حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز الخامس تواليا في تصفيات كأس إفريقيا 2023 وكان ذلك على حساب منتخب أغاندا مساء الأحد وتفوق محارب الصحراء على منافسهم الأغاندي بهدفين لواحد بملعب جابومة في مدينة دولة الكاميرونية برسم الجولة الخامسة كان رغم التغيرات الكثيرة في التشكيلة الأساسية وخوض البعض أول مباراة في أدغال إفريقيا كانوا لاعبو الخضر الأفضل طيلة المواجهة ويتصدر المجموعة السادسة بخمسة عشر نقطة ويليهم منتخب تنزانيا المتفوق على النيجر بهدف يتيم بسبعة نقاط ثم منتخب أغاندا في المركز الثالث بأربعة نقاط وفي الأخير النيجر بنقطتين يقول المقال إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع الجزيرة الذي عنونا في شأن الفلسطيني جرحى من الطرفين وإعطاب آلية صهيونية والاحتلال يقتحم جنين بالضفة الغربية واشتباكات عنفة مع مقاومين حيث أفدت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 22 فلسطينيا ثلاثة منهم في حالة خطرة وفي اشتباكات مع قوة الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين وقالت وسائل إعلام صهيونية أن خمسة من أفراد الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في كمين فلسطيني في جنين وأن اشتباكات عنفة تدور بين الطرفين وأفد مراسل الجزيرة بإعطاب آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال تفجير مقاومين فلسطينيين عبوات في أطراف المدينة وقالت كتيبة جنين التابعة لصرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة للاحتلال تم اكتشافها في منطقة الجبريات بمخيم جنين يقول هذا المقال إلى موقع الشرق للأخبار الذي عنونا اتفاق على مباحثات يمنية جديدة لتبادل الأسرة الكل مقابل الكل حيث وصفت الأمم المتحدة الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق التبادل الأسرة بين طرفين النزاع في اليمن والذي عقد في الأردن واختتم الأحد بالتفصيلي والجاد فيما أفادت الحكومة اليمنية برفع المقترحات لقيادات كل طرف للموافقة عليها وإجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد عيد الأضحى وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جوردنبرغ في بيان أن الأطراف أجروا مناقشات تفصيلية وجادة في أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل إلى موقع سكاي نيوز عربية الذي عنونا بريطانيا نحو عشرة ألاف مهاجر عبر قناة المانش منذ مطلع 2023 حيث رصد عبور أكثر من عشرة ألاف من مهاجري قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023 وفق أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية يقول المقال ويوم السبت وحده يقول وصلت سبعة مراكب تقل 374 شخصا إلى الساحل البريطاني وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 1139 شخصا عادت عمليات العبور لتزداد يضيف المقال بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسن الأحوال الجوية بحيث وصل أكثر من 2500 شخصا إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسبع عشر من شهر يونيو ختاما من موقعي القدس العربي وفي نفس شأن الهجر عنوانات أوبزيرفر الغرب يتحمل مسؤولية كارثة المهاجرين في اليونان وعليه الاعتراف حيث خصصت صحيفة أوبزيرفر افتتاحيتها لكارثة المهاجرين في اليونان ودعت فيها الغرب لتحمل مسؤوليته تجاههم وقالت أن الرعب في البحر سيتواصل حتى يواجه الغرب مسؤوليته ويعترف أنه ساهم بمأزق اللاجئين وأضافت أن جنسيات المئات من الذين يفترض أنهم ماتوا غرقا في مأساة القارب الأخير المروعة في البحر المتوسط تساعد على فهم الدافع وراء محاولتهم ركوب البحر والمضي في رحلة خطيرة وقالت أن قائمة دول المنشأ هي مؤشر ألم ومعاناة تتحمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي جزءا من المسؤولية عنها يقول كاتب هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم